لكن مهار جداً عالية جداً انت رقم نتانيا اللاعب رقم 20 اللاعب ماتكران بصة وهجمة خطيرة جداً والهدف الأول دي الهدف الأول دول 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 هدف التقدم هدف التقدم بقدم اللاعب لوكاكو اللاعب البلجيكي الشاب عدى وفاك يحطها جميلة جداً في الشباك عشان يسجل الهدف الأول وهدف التقدم هدف مبكر مع اللحظات الأولى مع الضقائق الأولى من عمر شرط الأول اتشيلس الكبير يسجل هدف أول في المبارات هدى المهارة اطحى بالخبرة عالية جداً اللاعب ماتكران وتحرق طول ممتاز بمهارة غير عادية للعيب صاحب مهارة صاحب طول وقامة صاحب بنيان جسماني قوي هو اللاعب البلجيكي اللاعب لوكاكو عشان يحطها جميلة جداً على الشمال تحرق بقدم اللاعب من تيرو اللاعب الكولومبي يحطها في الشباك ويهدل الشباك هذا واحد فريس ساتل اتنين تشيلسي خطأ كبير خطأ رهيب خطأ فاسعة بكل تأكيد هذه الفرحة موجودة هذه السعادة موجودة على كل العاشقين والمحبين فريس ساتل هذه الباصة هذه الباصة وحشة جدا جدا واضحها بخبرة عالية جدا اللاعب المتميز اللاعب من تيرو عشان يهز الشباك ويسجل الهدف الاول فمرمى تشيلسي في هذه المبرأة خطأ خطأ من بورتغال هيراريو ولكن ممتاز جون اوبي ميكل عرضية عالية استلام ممتاز ممتاز خطورة عدى وفاق والهدف التاني جوا جول جوا جول الهدف التاني هدف للتعاضل بقدم النجم الكولومبي وهو اللاعب من تيرو عدى وفاق وتصوبة قوية أرضية زحفة بالقدم اليسرى تعد وتروح على جميع الحارس المرتغالي هيراريو عشان اللاعب من تيرو عريس المباراة وندم اللقاء يسجل النهاردة هدفين في اللقاء فمرمى تشيلسي هذه اللاعب مرة تانية بص الاستلام الاستلام هو كل الجمال الاستلام روعة جدا من اللاعب من تيرو ويحصها جميلة عشان يهز الشباكهز ويسجل اليوم السنائية في مرمى تشيلسي اتنين 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 لسه بقول لكم اللقاء جميل واللقاء رائع لسه بقول لكم في ضغط وجومي من فريس تشيلسي هدف للتقدم بقدم اللاعب الألماني اللاعب ماركو مارين عدى وفاد وعمل مشوار جميل ويحطه على طول على شمال الحارس ماريديس عشان تعدي من تحت يديه عشان تعدي من تحت يديه واللعب ماركو مارين يسجل الهدف التالت وهدف للتقدم في هذه المباراة تصويبه جاد في الطريف السكة في احد اقدام مدفع السياتر وبالتحديد طبعاً في قدم اللاعب بارك وتغير اتجاهها عشان تهز الشباك هز والهدف التالت وهدف التقدم للشيل الكريم عاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم دي وبركات هادي هاك ما والهدف الهدف الهدف الرابع جوا جول الهدف الرابع بقدم النجم بالجيد كيلو كاكو لسه بقول لكم مسلس رعب النهاردة موجود مع تشيلسي في وجود اللاعب ايدن هازار واللاعب باركو مارين ووجود اللاعب القاطرة البشرية النجم البلجيكي واللاعب لو كاكو وعلى طول كأنه سمعني هذه الباصة هذه الباصة الغير عادية بقدم اللاعب ماركو مارين وتحركه طول ممتاز ومهارة غير عادية بأقدام لعيب هيكون غير عادي في الموسم القادر بإذن الله اللاعب لو كاكو يعدي بمهارة ماني ماريديس ويحط الهدف ويسجل الهدف ويهز الشباك هز ويسجل الهدف الرابع لتشيلسي والهدف الثاني لهذا النقر في هذه المباراة بكل تأكيد اتنين نسات الأمريكي بالأربعة تشيلسي